نحن الآن وسط مدينة إدلب بعد انفجار هزة المنطقة عند ساحة الساعة المكتزة بالسكان بعد أن قالت عناصر الدفاع المدني أو متطوعية الدفاع المدني بأن هذا الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة تمزرعها بأحد البسطات المتواجدة في ذاك المكان المكتز بالسكان وخاصة المدنيين وخاصة في تلك الفترة الصباحية لا حصيلة نهائية حتى الآن عن عدد الشهداء والجرحة لكن كحصيلة أولية لدينا سبعة شهداء وأكثر من 20 إصابة بينهم أطفال ونساء نحن نسترزق الله عننا بسطات كونه هنا أغلبية العالم جاء فاتحة بسطات ونسترزق الله فجأة ما نسمع غير صوت تفجير ونطلع شيء خيال العالم كله ياته بالأراضي لما صارت العالم بالأراضي إجا الإسعاف وإجت الإطفاء الله يعطيهم العافية أسعف والعالم بس كان فيه كثير ضرر للمدنية كثير عالم تشطحت بالأرض تصاوى بيت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة